هذه الوصفة التي سوف أشارك معك اليوم سوف تخلصك من جفاف الجلد جفاف الوجه البشرة وأي مكان في الجسم سوف تعمل على ترطيبها وأيضا سوف تخلصك من أثار الحروق الطفيفة الناتجة عن أشعة الشمس التي تعرضت إليها خلال فصل الصيف الوصفة رائعة جدا لديها العديد من الفوائد مثل أنها تعمل على الوقاية من ظهور حب الشباب ومن ظهور علامات الشيخوخة لأنها تحتوي على مواد رائعة جدا من أهمها جل الألويفيرا الذي ينتج الكولاجين ويجعل الجلد أقل تجاعدا وأكثر مرونة ورطوبة ونعومة سوف تخلصك أيضا البقع الداكنة مثل من يعاني من الكلف طبعا الوصفة للرجال والنساء سوف أحتاج أول شيء إلى جل الألويفيرا ملعقة من جل الألويفيرا ملعقة من زيت جوز الهند المرطبة والرائعة والمفتحة للبشرة أيضا سوف أضيف هنا الجبن الأبيض أو أي جبن متوفر لديك مثل الجبن مثلثات فهو أيضا يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها وشد الجل لكي نتخلص بإذن الله من التجاعد خصوصا إذا كانت جديدة أو أيضا إذا كنت تريدين الوقاية من ظهور التجاعد وعلامات الشيخوخة في المستقبل سوف تقومين بخلط هذه الثلاث المكونات جيدا وضربها حتى تصبح كريمية ووضعها على الوجه الرقبة اليدين الرجلين أي منطقة في الجسم حتى أنها صالحة للبطن سوف تعالج جفافها وجفاف أي منطقة في الجسم بإذن الله أتركيها 20 دقيقة إلى 30 دقيقة فقط وبعد ذلك أشطفي بالماء يكون دافئ وبعدها الماء البارد الذي سوف يساعد في شد الجلد أيضا وصفة سهلة جدا ومكونات متوفرة في جميع البيوت لديها العديد من الفوائد والمنافع ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بكل جديد وأي سؤال أو استفسار أتركه في التعليقات سوف أجيب عنه في الحال وأيضا روابط الفيديوهات السابقة التي فاتتكم سوف أتركها أسفل في صندوق الوصف في أول تعليق